نبدأ على بركة الله مع المحور الأول Circuit Variables ويحتوي هذا المحور على النقاط التالية Charge and Current Voltage and Circuit Elements Polarity of Voltage Power and Energy وآخيرا Passive Science Convention إذن نبدأ بالجزء الأول للمحور الأول وهو Charge and Current يبين لنا هذا الجدول أهم الستة كوانتيتي المستعملة في الانترناشنال سيستيم أوف يونت وهي كالآتي Length, Mass, Time, Electric Current, Thermodynamic Temperature وLuminous Intensity وكذلك عندي لكل كوانتيتي الوحدة المناسبة Charge and Current كما تبين هذه الصورة إذا قمنا بربط سلك كهربائي ببطارية فإننا نلاحظ كما تبين هذه الصورة تنقل وتغير الشحنات Charge فالشحنات الموجبة تتنقل في Direction أما الشحنات السالبة فهي تتنقل في اتجاه معاكس تغير هذه الشحنات في الزمن يولد لي Electric Current وهو الطيار الكهربائي ويرمز إليه بحرف I ووحدة الطيار الكهربائي هي MP ويرمز إليها بحرف I إذن قلنا نتغير الشحنات Charge في الزمن يولد لي طيار كهربائي يترجم هذا بمعادلة وهي أن قيمة الطيار الكهربائي تساوي اشتقاق الشحنات في الزمن الطيار الكهربائي وحدته الإمبير Charge الشحنة وحدته الكولوم والزمن وحدته بالثانية إذا أردنا الآن العكس يعني استخراج الشحنات مع معرفة الطيار الكهربائي فنقوم بالمعادلة الثانية وهي التكامل يعني قيمة Charge تساوي تكامل الطيار الكهربائي بين زمنين تساوي